مناشدات أطلقها أهالي أكثر من ثلاثين قرية مهددة بالرحيل في مناطق جنوبي كنعان بسبب شحة المياه وجفاف الأنهر الذي أثر على حياتهم المعيشية وتلف مئات الدوان من الأراضي الزراعية في جنوب كنعان كتن العطش ما أريد مياه للزرع ولا أريد للزقي عم أريد للأبار هسه شته وما ينقلين بالنهر يجي مرة بالشهر يوم واحد لو جانا الصيف شلون بالصيف يشح المياه عندنا حتى الأبار تنشيف وين نروح وين توجهنا احنا مع الجيش ومع القانون ومع الشرطة بس نريد المياه بالنهر تجينا الآن زرعنا تعذيت وماتت وبيار هسه بيارنا هم جافة يعني يجينا المياه بالظيم وإحنا هاي القرية هل أمامكم وهشوفوا النهران جافة وأكد آخرون من أهالي المناطق بأننا قدمنا مئات الشهداء في الحرب ضد الإرهاب الذي لم يستطع من ترحيلنا لكننا سنضطر للرحيل بسبب ضعف الإجراءات الحكومية وعدم وجود حلول من قبل الحكومة المحلية والمركزية في رفع التجاوزات على نهر كنعان أكثر من 30 قرية مضررين الإرهاب تعبنا العطيش تعبنا زرعنا زرعنا وسقيرنا بالبداية وهسه ما يوصل الزرعنا هالزرع مريدة زين حلالنا راح يموت من العطيش فيما طالبت إدارة ناحية كنعان بتشكيل قوة من أفواج الطوارئ لحماية المياه بسبب كثرة التجاوزات على نهر كنعان والذي يمنع وصول المياه لمناطق بزايز كنعان وهذا سيؤدي إلى دمار أكثر من ألف دونم من الأراضي الزراعية أما هذا الموسم في الحصة المجهزة بلغت 7 أو 7.5 متر مكعب الثانية فنناشد السادة أصحاب القرار فيما يتعلق بهذا الموضوع زيادة الحصة المائية لجدوى الكنعان وكذلك تشكيل قوة من أفواج الطوارئ لتأمين الحماية اللازمة للمياه لكثرة التجاوزات الحاصلة على جدوى الكنعان تشهد ناحية كنعان وقراها أزمة في المياه بسبب قلة الأمطار وقطع الإمدادات عن نهرها وكثرة التجاوزات الأمر الذي أدى إلى الشح في مياه الشرب وتدهور الزراعة فيها ترجمة نانسي قنقر